اشتركوا في القناة اليوم سيكون حديثنا في تكمينة لهذا التواصل الكتابي وهي مهارات بناء الموضوع ما المهارات التي يجب أن تعرفها حتى تبني موضوعا نحن تعلمنا في وحدة السابقة كيف تبني موضوعا وما الخطوات التي يجب عليك أن تتبعها وكيف تصمم موضوعا وما الطريقة المثلى لها تصميم هذا الموضوع هنا سنتحدث فيها عن مهارات بناء الموضوع والمهارة التي يجب أن تعرفها حتى تبني هذا الموضوع وكما تعرف أن الوحدات في كتاب الكفايات اللغوية مرتبة في الوحدة النحوية ثم الوحدة الإملائية ثم الوحدة القرائية وهذه الوحدة الرابعة هي الوحدة الكتابية التي يتحدث فيها عن كتابة ثم الوحدة الخامسة هي الوحدة التواصلية الشفائية نبدأ على بركة الله ونقول في هذه الخطوات التي يجب أن تعرفها في تصميم الموضوع قبل أن نبدأ لا بد أن نتحدث عن الهدف ما الذي يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن نذكره فإن تتبع خطوات مناسبة عند كتابة أي موضوع هذا تتبع خطوات مناسبة عند كتابة أي موضوع أو بحث تصمم مخططا جيدا لموضوعك قبل كتابته ثم تتبع المهارات الأساسية لبناء الموضوع وهو موضوع وحدتنا في هذا القسم إذن توقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تتبع خطوات مناسبة عند كتابة أي موضوع ثم تصمم مخططا جيدا للموضوع قبل كتابته وهذان الشرطان تحدثنا عنها في الجزء الأول وهذا الجزء الثاني من هذه الوحدة التي فيها المهارات الأساسية لبناء الموضوع طيب ما أهم المهارات الأساسية في بناء الموضوع هذه المهارات جمعناها لك في تقريبا أربعة أو خمس مهارات بأولها اختيار العنوان أن العنوان في اختياره يجب أن يحوي على ثلاث شروط أن يكون قصيرا مثيرا دالا عن المحتوى القصر بمعنى أن يكون كلما كان الموضوع أو العنوان قصيرا كلما كان أدعى إلى القراءة أو إلى الفهم وإلى الجد كلما كان موضوع طويلا فإنه يعني يكون فيه شيء من الملل وحتى لا يلفت مثير ومقصود بالإثارة بمعنى أنه مشوق مقصود بالإثارة هنا بمعنى التشويق وأنه يعني يشد القارئ أو يشد الباحث أو الطالب دالا عن المحتوى مقصود أن بعض العناوين التجارية قد لا تدل على محتوى فعلا وإنما الأصل في العنوان يكون دالا عن المحتوى بمعنى أنك تفهم مضمون الكتاب من عنوانه النوع الثاني أو القسم الثاني ببناء المقدمة إذن بعد اختيار العنوان وشروطه الثلاثة أبني المقدمة المقدمة وهي أول الكتاب أو من الممهدة لموضوع الكتاب طبعا المقدمة من شروطها أن تكون قصيرة نابع أن تكون طويلة جدا حتى لا تصيب بالملل بل أن تكون قصيرة ومشوقة والمقصود بالتشويق هنا أن يكون فيها أشياء إما لذكر بعض الأسباب أو لذكر بعض القصص يعني معنى التشويق أحيانا قد تكون قصة من القصص أو بعض المعلومات التي كانت مسلمة لدى الطالب ثم تغيرت وهكذا وهدفها تمهد للموضوع بمعنى أنها لا تدخل في صلب الموضوع مباشرة وإنما فقط تعطي تمهيدا مبدئيا لهذا الموضوع وتعطي انطباعا أوليا حتى يفهم هذا الطالب هذا الموضوع في المتن أو في وسط الموضوع عندنا الكتاب في فقرات لابد عندما تكتب في فقرات وقلنا أن في ترتيب كتابة فقرات كما عرفت أنت في وحدة ملائية أن الفقرة تبدأ بفراغ المقدار كلمة كلمة أو خمسة أحرف تقريبا وتنتهي بنقطة كل فقرة تعبر عن فكرة واحدة وأن هذه الأفكار لترتيبها حتى يتسنى للقارئ معرفة الفقرات وحتى تستطيع ترتيب الموضوع لابد لكل فقرة أن تعبر عن فكرة واحدة وأن تبدأ بفراغ مقدار كلمة أو خمسة أحرف ثم تنتهي بنقطة يجب أن يكون أيضا تسرسل الأفكار في هذا النص أو في هذا الموضوع تسرسلا منطقيا أو زمنيا كان يبدأ مثلا بالشعر في الحديث عن الشعر العربي وأن يتحدث مثلا عن الشعر الجاهلي ثم الشعر صد الإسلام ثم الشعر الأموي ثم الشعر العباسي ثم الدول المتتابعة ثم الحصر الحديث وهكذا فالتسرسل لابد أن يكون زمنيا أو تسرسلا منطقيا بمعنى أن يبدأ بعام ثم خاص أو يبدأ بأسئلة ثم يجيب عليها وهكذا وكل فكرة في هذه الأفكار يجب أن تمهد لما بعدها بمعنى وتكمل ما قبلها كل فكرة لها علاقة بما قبلها تمهيدا بما قبلها تكملة وما بعدها تمهيدا فهذا المقصود به تسلسل منطقي للأفكار النهاية وهي الخاتمة والخاتمة في أي موضوع من الموضوعات إما أن يكون تلخيصا لما ورد في هذا الموضوع أو توصية أو رأي بمعنى توصل إلى رأي بعد أن ذكره لمجرد أو لمجموعة من الآراء في كتابه أو في بحثه أو في موضوعه يصل هو إلى الرأي النهاية الذي يراه أن توصل إليه أو أن يكون خلاصة لتوصية منجموعة من الآراء أو لتلخيص موضوع وإعادته بشكل مختصر بشكل مختصر إذن هذه أهم مهارات بناء الموضوع أن يعرف الطالب فيها كيف يختار عنوان وما الشروط المتوافرة فيه ثم المقدمة كيف تستكون ثم كتابها في فقرات وتسلسل الأفكار معها ثم بناء الخاتمة ثم بناء الخاتمة طيب ننتقل إلى بعض النشاطات التي تعينك على الفهم الدقيق لمهارات بناء الموضوع لاحظ معي هذا النشاط أن العنوان الجيد قلنا في شروط العنوان الجيد أن يكون قصيرا مثيرا دالا على المحتوى لا بد أن يكون قصير ومثير ودال على المحتوى ننظر إلى بعض العناوين المذكورة عندنا طبعا هنا الموضوع بحث ميداني يدرس المهارات والقدرات التعبيرية التي يمتلكها طلاب الثانوية العامة في الرياض هذا موضوع عام ما عنوانه المكتوب مدى تمكن طلاب الثانوية العامة في مدينة الرياض من المهارات والقدرات التعبيرية الأساسية هذا العنوان سنتحدث بذلك عن ما المزايا وما العيوب موضوع آخر كتاب يجمع مختارات من روائع أدب المرأة السعودية أشعار قصص ومقالات عنوانه السحر الحلال موضوع ثالث هذا كتاب يتحدث فيه أو يحكي قصصا واقعية من كفاح رجال المشاهير والمال والأعمال وما تعرضوا له أثناء يعني أثناء كفاحهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا عليهم من النجاح ما عنوانه؟ ثلاث تسعات لا ننظر إلى أهم ما ورد في العيوب والمزايا لاحظة مع العنوان أول اللي هو يتحدث فيه البحث الميداني والقدرات التعبيرية اللي فيها المهارات والقدرات التعبيرية العنوان هنا كبير ومتشعب صحيح يعني مدى تمكن طلاب الثانوين العام من مدينة الرياض من مهارات والقدرات التعبيرية الأساسية غامض وأيضا يشير إلى أهمية المهارات والقدرات صحيح أن فيه إشارة إلى أهمية المهارات والقدرات لكنه كبير جدا ومتشعب وقد يطول فيه الموضوع لذلك هنا ليس دالا دلالة تامة وأيضا ليس فيه ترك الإثارة وليس قصيرا فالعنوان هنا ليس قصير وليس دال بل إنه كبير جدا وأيضا فيه شيء من الغموض الموضوع الثاني اللي هو السحر الحلال طبعا السحر الحلال موضوع واسع جدا لا يشمل ما تحدثنا عنه هنا قد يمكن على افتراض أن يدخل فيها أدب المرأة السعودية لكنه بعيد من كل البعد عن ذلك بل إن هذا الموضوع السحر الحلال موضوع واسع ومتشاعب وقد يعني معنى يبحر فيه الطالب ويكون مسافات طويلة بل إنه لا يستطيع أن يلم بجوانب الموضوع الماما كاملا أو الماما تاما وأيضا قد يكون ليس تلك الدلالة الدقيقة في حد الموضوع لكنه قصير صحيح قد يكون قصيرا لكن هنا الموضوع أيضا واسع جدا فالأصل لأن يتحدث عن موضوع آخر أو أن يأتي لك عنوان آخر الثالث ثلاث تسعة لا وهي قصص واقعية من كفاح مشاهير رجال المال والعمال وما تعرضوا له طبعا عنوان غير دال يعني ما علاقة ثلاث تسعة لا بكفاح المشاهير ورجال العمال قد يكون فيه إثارة صحيح من العنوان قصير ومثير لكنه غير دال على المحتوى غير دال على المحتوى وعادة العناوين مثيرة تكون في العناوين التجارية بمعنى من أرى يعني عند المبيعات إذا أراد أن يبيع كتابا أو يسوق هذا الكتاب يكون هذا العنوان المثير الذي يتحدث عنه لكن الأصل في العنوان أكاديمي أن يكون دالا عن المحتوى وأن يبتعد عن إثارة بمعنى أن يكون دالا كل ما كان جمع بين إثثتين حسن لكن غادة أنهم يهتمون في العنوان أكاديمي بالدلالة على المحتوى مقصود بها العنوان الذي يكون فيه البحث الأكاديمي الجامعي مثلا في مراحل المتقدمة طيب ننتقل ونقول هنا شروط المقدمة قلنا لما تحدثنا عنها أن المقدمة ومعنى تحدثنا عن العنوان وقلنا أنه يكون قصيرا ومثيرا ودالا عن المحتوى أنتقل المقدمة وقلنا المقدمة أن تكون قصيرة مشوقة مماهدة الموضوع المقدمة طبعا لا تكون طويلة جدا لأن المقدمة طويلة قد تصوي بالملل مشوقة بمعنى أنها تستدعي القارئ بأن يقرأ ما في الكتاب أو أن يقرأ المتن أو أن يوحث عن ما هو مذكور وتشوقه للقراءة ثم تمهد لهذا الموضوع معنى أنها تعطي فقط إيحاءات بهذا الموضوع تمهيدا له وليس لها علاقة بصلب الموضوع ما أسألي بالتشويق سردح قصة أو حادثة حقيقية ذات سلب الموضوع معنى كيف أشوق أذكر قصة أو حادثة أو أن أقتبس مقولة بليغة متعلقة بالموضوع أو طرح أسئلة مثيرة الانتباع حتى يلتفت وعندسا يعني يبحث عن إجاباتها إجاباتها تكون في نفس الموضوع ومصادمة القارئ والمقصود به نفي ما يراه بدهيا هناك شيئا قد يعتقد أنها بدهية أو أنها من المسلمات أو فأنا أن فيه أو إثبات ما يظنه مستحيلا شيء مستحيل قد يثبت أو إيجاد علاقة بين أمرين متنباعدين أو جملة عميقة الدلالة بمعنى لها تفسيرات كثيرة جدا إبراز حقائق تبدو غريبة أو الحقيقة التي يذكرها فيها شيء من غرابة إذن هذا في التشويق في التمهيد الموضوع في التشويق إذن المقدمة قلنا في الأصل فيها أن تكون أو الأفضل في شروط أن تكون قصيرة ومشوقة وممهدة لهذا الموضوع طيب لاحظوا معي هنا في مهارات بناء الموضوع أيضا في الفقرات أو في المتن أن الفقرة كما قلنا تبدأ بفراغ في أول الكلمة هذه الفقرة تبدأ بفراغ في أول السطر مقدار كلمة تقريبا قلنا كلمة إلى خمسة أحرف للدلال على الانتقال من فكرة إلى أخرى وتنتهي بنقطة أي فقرة تبدأ بفراغ ثم تنتهي بنقطة يعبر كل فقرة عن فكرة رئيسية واحدة معنى لا بد في الأفكار وفي ترتيبها وفي تناسقها وتسلسلها أن تعبر الفقرة الواحدة عن فكرة واحدة بجملة أساسية تكون غالبا في أول الفقرة لكنها ترد وحيانا إما في آخرة أو في وسطها يعني معنى أن الفكرة الأساسية غالبا تكون في أولها قد يكون تساءل عام أو قد يكون موضوع عام ثم يفصل وهكذا فالغالب تكون الفكرة الرئيسية في أول الفقرة لكنها قد تكون أيضا في وسط الفقرة أو في آخرها تسيير الجمل داخل الفقرة الواحدة تسيير الجمل داخل الفقرة الواحدة في تسلسل منطقي كأن تبدأ بسؤال تعقبه الإجابة معنى أن يأتي بسؤال ثم يجيب أو أن تبدأ بعرض الفكرة الرئيسية وتعقبه الشروحات موضوع عام ثم يبدأ يشرح ويذكر أمثلة أو أن تبدأ بعرض أمثلة يعقبها الاستنتاج مثال بعض الأمثلة ثم يستنتج عن ضوء هذه الأمثلة الذي يمثل الفكرة الرئيسية أو تبدأ بأمر العام يعقبه تعداد جزئيات وهكذا والمهم أن يكون تسلسلا منطقيا زمنيا إذا كان تسلسل زمني أيضا يدخل فيه تسلسل منطقي هذه الطريقة التي يجب على الطالب أن يتبعها في كتابة أي فقرة الفقرات في ترتيبها أن تكون فراغ في أول سطره في أول فقرة ثم تنتهي بنقطة وينتقل إلى فقرة أخرى وكل فقرة لا بد أن تحوي فكرة واحدة حتى لا يتشتت فكرة رئيسية واحدة وهذه الأفكار كل فكرة تمهد لما بعدها وتكون لها علاقة بما قبلها أو تكملة لما قبلها وهذه الجملة لا بد أن تسير في تسلسل منطقي زمني واضح كأن تبدأ بمثال ثم تعقب بعض الأسئلة أو تبدأ بأمثلة وهكذا وسنعرف في التطبيقات القادمة طيب ننتقل في بعض النشاطات لتحدث عن الفقرات لاحظ معي هذه الفقرة الشيخ علي التونطاوي له مقال في عنوان ماذا يصنع الطلاب في الصيف ماذا يصنع الطلاب في الصيف هل تنون أن تحرموهم حقهم في اللعب والحركة والانطلاق أم تنون أن تطلقوهم على هواهم في البيت للأم المسكينة يقفزون ويسخون ما نظفته ويفسدون ما أصلحته فتضيق بهم فتقذف بهم إلى الشارع إن علينا أن نجد للتلميذ في العطلة أعمالا تقوم خلقه وتزيد ثقافته أو تقوي جسمه وتحسن صحته أو تدربه على مواجهة الحياة وتمكنه من اكتساب بعض المال هذا مقال للشيخ علي تنطاوي طبعا رحمه الله كان أديبا شيخا أديبا الفقرة هنا بدأت بسؤال ممتاز بدأت بسؤال هنا في ماذا يصنع الطلاب في الصيف وهذا السؤال عقبته بعض الأسئلة البسيطة في التفسيرية ثم نتحدث عن الموضوع وانتهت بنقطة بنقطة طبعا بعد كلمة المال انتهت بنقطة هذه الفقرة ما الفكرة الرئيسية في هذه الفقرة وقلنا نحن أن كل فقرة إنها فكرة فكرة رئيسية هنا ماذا يقصد الشيخ علي تنطاوي في حديثه عن هذه الفقرة يقصد أن جيد كيف نقضي على فراغ الطالب في الصيف صحيح أن من حق الطالب أن يرتاح في الصيف وأن يتمتع بعطلته وبإجازته بعد عام حافل بالتعليم والمشقة لكن هنا يقول كيف نقضي على فراغ الطالب في الصيف بما ينفع المقصود به كيف ينتفع في وقت فراغه والجمع بين الترفيه والتعليم وهو ما يعني الآن التوجه إليه كيف نقضي على فراغ الطالب في الصيف المقصود أن لا يترك هكذا فقط يعني معنى أنه لأن فيهم فرط من الحركة وفيهم شيء من النشاط فلابد أن يستفيد من وقته وأن لا يضيع وقته هباء من ثورة طريقة تتابع الجمل هنا طريقة تتابع الجمل هنا في سلاسة وعرض من تسرسل الموضوع وعمدها ببعض من الأسئلة ثم تحدث عن الموضوع بشكل عام استنتج فيه هو يتحدث هنا ويريد أننا لا بد أن نقضي على فراغ الطالب بما ينفعه وأن نبحث له وأن نبحث له عن أشياء تفيده في هذه العطلة حتى لا يضيع وقته سدر وحتى يستفيد أو يتعلم أشياء جديدة ممتاز طيب مهارات بناء الموضوع قلنا هنا في ترتيب الأفكار في النص هو دليل ترتيبها في الذهن كلما كانت الأفكار مرتبة في النص كلما استطاع ترتيبها في ذهنه بمعنى أن الأصل أن يرتب الكاتب أفكاره في ذهنه وكلما كانت مرتبة في ذهنه كلما استطاع الاسترسال والكتابة وكلما كانت أفكار النص مرتبة منسقة جميلة تساعد هذه ترتيب الأفكار يساعد الكاتب على الاسترسال والمقصود أنه في كل ما كان مرتب من الأفكار وكل ما استرسل في الموضوع معنى أنه يلم جوانب الموضوع من أبعاده من أوله إلى نهايته وأيضا هذا الاسترسال وترتيب الأفكار يعطي النص ميزة التماسك ويعين القارئ على متابع الفهم يستطيع القارئ المتابعة والفهم لأن الأفكار مرتبة مسلسلة يختلف سلوب ترتيب الأفكار بحسب طبيعة الموضوع بمعنى أنه أحيانا قد تتأثر أو يتأثر الترتيب حسب الموضوع نفسه فقد تأخذ ترتيب تاريخي وكما قلنا في الشعر مثلا الشعر العربي كان شعر القديم العصر الجاهلي وما بعده صدر الإسلام ثم الأموي ثم العباسي وهذا يترتب بالأقدم وانتهام بالأحدث وقد تكون كل فقرة إجابة عن سؤال محدد في المقدمة بمعنايات المقدمة حتى يكتب الموضوع ويضع بعضا من الأسئلة يتساءل فيها هذه الأسئلة الفقرات التالية في الموضوع تكون إجابات عن هذه الأسئلة وقد تكون الفقرة التالية مثالا أو داعم الفقرة السابقة وقد تنتهي فقرة السابقة بما يمهد فقرة التالية واستدعيها هذا في ترتيب الأفكار لكن المقصود به أنه كيف ترتب أفكارك في ذهنك وقلنا هو الأصل لا بد أن تكون هذه الأفكار مرتبة في ذهن الكاتب حتى تكون مرتبة في كتابته في النص وكلما كانت مرتبة واستطاع الإمام بجوانب الموضوع كلما استطاع ترتيبها في النص وكلما فهمها القارئ واستطاع أن يبحث عنها أو أن يولم بأغلب جوانب الموضوع وترتيب الأفكار قلنا يختلف بحسب طبيعة الموضوع جميل لاحظوا معي هذا النشاط ترتيب الأفكار الذي اتبعه كاتب من الكتاب في مقال عنوانه الداء السكري نسأل الله لنا ولكم السلامة لو أنك كتبت الموضوع أنت فكيف ترتب أفكاره سنذكر ترتيب الكاتب ثم سنقترح ترتيبا من عندك أنت حتى تستطيع ترتيب الموضوع كيف ترتبه وهل تبدأ من العامل الخاص وهل تبدأ ترتيبا تاريخيا أو ترتيبا زمنيا أو بحسب ما ترى لاحظ معي ترتيب الكاتب الأول بدأ بالعنوان طبعا الداء السكري بدأ بأسباب حدوث هذا الداء بداية بالأسباب ما هي الأسباب؟ ثم الأخطار الناجمة أو الصحية ناجمة عنه ثم التعريف العلمي للداء السكري عرفه بعد أن ذكر الأسباب ثم الأدوية المتاحة وتأثيراتها ثم أعداد المصابين بالسكري حول العالم ثم أعراض الداء السكري طبعا أنا أجزم أنك ستغير الترتيب وكما ترى أن الترتيب ليس فيه شيء من المنطقية قد يكون هو له وجهة نظرة في عرضه للموضوع لكن لو قلنا وافتراض أن رقم واحد تعريف علمي الافتراض أن نتعريف علمي هو رقم واحد لأننا نعرف هذا الداء وهذا المرض كفان الله وإياكم شره لابد أن نعرفه وأن أبين ما هو هذا الداء السكري حتى أبدأ أو أدلف إلى بقية الموضوع ثم ما أسبابه؟ طبعا الداء السكري يكثر لكن لابد له من أسباب أذكر أسبابه بعد ذلك أعراضه كيف أعرفه وهي أعراض الداء السكري كيف أعرف هذا الداء وكيف تميز هذا الداء من الأدوية الأخرى معنى من عثو ومن الأمراض الأخرى ثم بعد ذلك الأدوية المتاحة ما هي الأدوية التي يجب أن تعالجها من الأدوية المتاحة لعلاجه بعد ذلك أعداد المصابية من الداء السكري ثم الأخطار الناجم أو قد يكون الأخطار مثلا ثم الأعداد وهكذا فالترتيب منطقي بوجهة نظري أو بوجهة نظرك أنت أيها الطالب أن التعريف العلمي لا بد أن يعرفه وكل شخص إنه هو الترتيب بذلك قلنا هنا في الترتيب الأصل في ترتيب الأفكار أن يكون ترتيبا منطقيا يبني على موضوع يعني هنا في الدائل السكري لا بد أن نتحدث عن تعريف ما هو الدائل السكري وعرفه ثم أذكر أسبابه ثم أعراضه حتى يفهم بعد ذلك أبدأ بعلاج وأذكر الأدوية ووصفها وما إلى ذلك طيب مهارات بناء الموضوع نأتي إلى الخاتمة نتحدث عن المقدمة العنوان ثم المقدمة ثم تسلسل الأفكار وهذه هي الخاتمة كيف تكون الخاتمة؟ والمخاتمة عادة تقوم على وظيفة غلق الموضوع يعني نهاية انتهاء وتتميز الخاتمة بالقصر ففي الكتاب قد لا تتجاوز صفحة وفي المقال غالبا ما تكون فقرة واحدة يختلف الهدف من الخاتمة باختلاف محتوى الموضوع وما عرض فيه من أفكار وآراء فتأتي الخاتمة إما لبيان رأي كاتب النهائي أو لتلخيص ما ورد في الموضوع أو لتقدم اقتراحا معينا أو تسرد عدم التوصيات لاحظ الخاتمة قلنا نهاية الموضوع في المهارات إما أن تكون تختم الموضوع بشكل عام أو أن تكون لعرض بعض الأفكار والآراء التي يريدها ويبين رأيها في النهاية أو لتلخيص بمعنى الخاتمة تختلف بحسب اختلاف الموضوع طيب لننظر إلى ما بعده النشاط الذي يتعلق بالخاتمة لاحظ معي هذا المثال إن المثابرة هي التي أقامت هذه خاتمة لي زكي المهندس في كالعنوان إلى المجد إن المثابرة هي التي أقامت الآثار الخالدة في مختلف المجالات وكونت ذلك التراث الذي نستمتع به اليوم من علم وفنون وقوة الجلد هي التي زودتنا بتلك المجلدات الضخمة التي تملأ خزائن الكتب وقوة الصبر هي التي أنتجت لنا تلك البحوث المشوقة التي بين أيدينا ماذا يريد أن يصل إليه الكاتب؟ طبعا هو تحدث عن الآثار السابقة تحدث عن كتب وعما وصل إلينا من علوم ومعارف كيف هذه الكتب بمعنى أنها لم تصل إلينا هباء من ثورة وإنما تعب العلماء السابقين رحمهم الله وجزاهم الله عنا كل خير حتى وصلت إلينا تلك العلوم والمعارف من الكتب الكبيرة جدا التي استغرقوا في تأليفها سنين طويلة وأخذت من جهدهم ومن تعوى ومن طاقتهم ومن صحتهم بل إن بعضهم معت تحت كتب فلذلك هنا يقول هو يتحدث أن المثابرة هي التي أوصلت إلى ذلك وقامت الآثار الخالدة فيما وصل إلينا وقوة الجلد والصبر والتعب هي التي زودتنا من تلك المجلدات الضخمة التي تملأ خزان الكتب والذي وصل إلينا من تلك العلوم مع ضعف إمكانياتهم وقدراتهم وصلت إلينا هذه العلوم دليلا على أنهم تعبوا تعبموا وشقة لاحظ معي في حديثي هنا أن الموضوع المقالي تحدث عن مقاومة الحضارة والثقافة وكيف أن الأمم تتقدم ولا تتقدم الأمم إلا بتقدمها علميا يعني دول الأمم التقدمة كيف كان العرب في التقدم العلمي هذا الأصل أهم أفكار الموضوع كما يتضع في الخاتمة ماذا يقول؟ القوة النفسية وعلاقة بالتقدم المدني ومقصود به قوة التعب والجلد معنى أن الأمم لا تتقدم إلا بالمكافحة إلا بالجلد إلا بالتعب إلا بالصبر إلا بالمعرفة أن هذا الموضوع لا يأتي هباء منثورة ولا يأتي سداء ما لهدف من الخاتمة؟ أسباب نشو الحضارات هو يتحدث في موضوعه على أن الحضارات كيف تنشأ والأمم كيف تقوم وأن هذه الحضارات القديمة التي نتغنى بها إلى الآن الحضارات العربية القديمة كانوا يتعبون في كتابة وفي تأليف علوم وفي نقل المعارف التي تعلموها والتي عرفوها في عصرهم مع ضعف إمكانياتهم لكنهم كانوا فيهم شيء من القوة وذلك قامت تلك الحضارات وعرفت واستمرت وحتى وصلت إلى عصرنا الحاضر ووصلنا إلى عصرنا الحاضر وعرفنا تلك الحضارات وهذه العلوم التي وصلتنا وهذه الكتب والمجلدات والمؤلفات التي قد وصلت إلينا وقرأناها واستفدنا منها وعرفنا تلك العلوم ما هي إلا نتيجة كفاح وصبر قوي جدا وتعب ومشقة استطاعت تلك الأمم السابقة أو من سبقنا منهم أن يزودنا بتلك العلوم وتلك المعارف التي ما زلنا معتمدين عليها وما زالت عندنا أهم ملخص مهارات بلان الموضوع في هذه الوحدة نحن قلنا في الوحدة الكتابية بشكل عام في اختيار الموضوع في التخطيط وفي مهارة بلان الموضوع كله نلخص هذه الوحدة في نهايتها نقول أول شيء ما يلخص في هذه الوحدة في نهايتها في طريقة الكتابة في اختيار الموضوع أول شيء تختار الموضوع ثم الموضوع من الشرط الاختيار أن تكون معلوماتك عنه جيدة ويمثل جزءا من اهتماماتك والذي هم القراءة والذيك إضافة جيدة حوله ثم بعد ذلك قلنا تحديد الهدف والتحديد الهدف هو التعبير عن الذات إما رأي أو عاطفة أو إنشاء علاقة اجتماعية معنى لماذا اخترت هذا الموضوع أو تعالج تضيف تلخص توضح ثم تنظم وأيضا الثالث قلنا تجمع المعلومات وتصنفها أن يستجد هذه المعلومة أو ما مصادرتك المعلومة هل من الكتب أو من الصحف أو من المجلات أو من المقابلات ثم تصنفها تصنيفا ترتيبا في أبواب وفصول وأفكار رئيسية وهذا التصنيف طبعا المبدئي الأولي حتى تستطيع لذلك قد يغير كما قلنا بعد ذلك تخطط الموضوع وقلنا هذا التخطيط المبدئي تخطيط الموضوع لاحق ولا يبد أن يكون المخطط أصلا أو خلاصة التخطيط أو الفهرس في نهاية البحث بعد كتابته أو بعد معرفته والإلمان بأغلب الجوانبه ثم كتابة الأولية أو الكتابة الأولى التي فيها يركز فقط على عرض المعلومات ثم يستوفيها بعد أن يكتب ويجمع المادة العلمية يبدأ بمراجعتها والتأكد من صحة اللغة والإمناء وعلامة الترقيل وينظر إلى أفكار ومنطقيتها وجمال الأسلوب وقوة التأثير والإقناع ثم الكتابة النهائية وهي الإخراج النهائي وكتابة الموضوع والكتاب وهي كتابة مبيضة ومبيضة واحتمام جدة الإخراج وتناسق الهوامش بمعنى أن يخرج الكتاب إخراجا كاملا شاملا هذه خلاصة تلك الوحدة الكتابية وأهم المهارات التي يجب عليك أنت أيها الطالب أن تتعلمها أرجو أنك قد استفدت مما ذكر هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد